أهلا بحضراتكم من جديد وحديث عن بعض الأمور المهمة جدا في فقر الترند الترند طيب الموضوع اللي جاي معايا وبتكلم على مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء والرجاء المغربي بالتأكيد هو بطل الكونفدرالية والأهلي فائس بدوري أبطال إفريقية الكلام كان كتير قوي خلال الفترة الأخيرة ولفت انتباهي تصريحات مهمة لكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة لما قال لغاية اللحظة دي ما جاليش حاجة رسمية أن السوبر اتنقل لفوبراير وفي اكتراح أنه يتلعب 24 ديسمبر أشرح لكل جمهورنا في كل مكان إيه اللي بيحصل بالزبط في كواليس هذا الموضوع يوم الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي الجمعة الماضية أنا التقيت بالمهندس هنا أبو ريدا عضو المكتب التنفيذي أو عضو المجلس الأعلى التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي للكاف وسألته على موقف السوبر الإفريقي قال لنصا أن معاد 24 ديسمبر هيكون فيه صعوبة من الإمكان إقامة المباراة في الدوحة خلال هذه الفترة نظرا لانشغال أعضاء المكتب التنفيذي في الكاف وكل الإدارات المعنية باحتفالات بداية السنة أو احتفالات الكريسماس في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وبالتالي المعاد ده مش هيكون مناسب والمكتب التنفيذي خد قرار أو توصية بترحيل الموعد إلى منتصف فبراير عاقب مباريات كأس العالم للأندية طيب إذن ده كلام مهم جدا وتصريح ممكن أنا حصلت عليه يوم جمعية العمومية المهندسانية بريدة قال لي هيكون فيه صعوبة من الإمكان إقامة السوبر 24 ديسمبر عشان احتفالات الكريسماس والأجازات اللي هتكون لأعضاء المكتب التنفيذي والإدارات المعنية في الاتحاد الإفريقي وتأجيله إلى شهر فبراير عاقب كأس العالم للأندية ولكن لدارة المسابقات في الاتحاد اللي فيك اللي هي وجهة نظر أخرى وقالت 24 ديسمبر هو أفضل موعد خلال هذه الفترة لأنهم قالوا بعد ما ننخلص كأس العالم للأندية 12 فبراير مرحلة دون المجموعات لدور الأبطال وكأس الكنفضلية تنطلق يوم 14 فبراير فالنادي الأهلي إذا وصل فاينل كأس العالم للأندية يا رب بإذن الله هتتأجله أول مبارا في دون المجموعات يوم 14 فبراير ولو حطينا مباراة السوبر مع الرجاء المغربي بعد كأس العالم للأندية فهتتأجل الأهلي المباراة التانية كمان في دور المجموعات وهتتأجل للرجاء مباراة في دون المجموعات لأن الرجاء اتأهل أيضا إلى دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا فيكون عنده هنا ثلاث مباراة مؤجلة وهو لسه بيبدأ دور المجموعات مباراة للأهلي ومباراة للرجاء فدرت المسابقات لغاية اللحظة دي بتحاول تقنى المسؤولين أن إقامة السوبر 24 ديسمبر في الدوحة وأفضل معاد اللجنة المنظمة لكأس السوبر في الدوحة معاد 24 ديسمبر بالنسبة لها موعد مناسب جدا لأنها هيكون عاقب مباراة كأس فيفا للعرب اللي جاريه حاليا بإسبوع فهتكون الملاعب لسه جاهزة هتكون الناس لسه موجودة وجاهزة وتقدر تلعب كأس السوبر خلال هذه الفترة خاصة أن ملاعب كأس العالم بعد كده هتبقى مشغولة في التحضير لكأس العالم للقبار إن شاء الله لتتلعب في نوفمبر من العام القادم ده الموقف بخصوص السوبر الإفريقي ودي الكواليس الخاصة بموقف السوبر الإفريقي خطاب رسمي لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها لسه ما تبعدش أي حاجة عشان كده كده تنسايد لما طلعوا تكلم مستغرب إزاي أنتوا اقترحتوا علينا 24 ديسمبر وفي نفس الوقت بتأجلوها أو كما أشيع يعني أو أشيع إن هو تأجل لشهر فبراير من العام القادم دي الكواليس ودي الأخبار وحسب معلوماتي خلال إسبوع بالكتير هيتم تحديد الموعد بشكل رسمي بعد ما أعلنت الفيفا خلاص موعد كأس العالم للأندية والفترة الزبنية تتلعر فيها هذه البطولة طيب موضوع تاني ولد شكرا